حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن صريعا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحمد ومداح وإياك قال هاتي محمدت به ربك عز وجل قال فجعت أنشده فجاء رجل أدلم فاستأذن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بي بي قال فتكلم ساعة ثم خرج قال فجعت أنشده قال ثم جاء فاستأذن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بي بي ففعل ذاك مرتين أو ثلاثا قال قلت يا رسول الله من هذا الذي استنصتني له قال عمر بن الخطابي هذا رجل لا يحب الباطلة حثن روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن صريعا قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محمد حمدت بها ربي تبارك وتعالى قال أما إن ربك عز وجل يحب الحمد حثنا محمد بن مصعبا حدثنا سلام بن مسكيء والمبارك عن الحسن عن الأسود بن صريعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله حدثنا يونس حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن صريعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صرية يوم حني فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية لما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية قالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين قال أواهل خياركم إلا أولاد المشركين والذي نفس محمد بيدهما من نسمة تولدوا إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها حسن إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن الأسود بن صريعا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الودن وقال مرة الذرية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالوا أقوامين جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا ذرية فقال رجل يا رسول الله إنما هم أولاد المشركين فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين ثم قال ألا لا تقتلوا ذرية ألا لا تقتلوا ذرية قال كل نسمة تولدوا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرنها حسن حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن الأسود بن صريعا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحمد ومداح وإياك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ربك تبارك وتعالى يحب المتحهات ما امتدحت به ربك قال فجعت أنشده فجاء رجل فاستأذن أدلم أصلع أعصر أيسر قال فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لنا أبو سلمة كيف استنصته قال كما صنع بالهر فدخل الرجل فتكلم ساعة ثم خرج ثم أخذت أنشده أيضا ثم رجع بعد فاستنصتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه أيضا فقلت فقلت يا رسول الله من ذا الذي استنصتني له فقال هذا رجل لا يحب الباطل هذا عمر بن الخطاب حدثنا روح حدثنا حمد قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن صريعا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن صريعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صرية يوم حني قال روح فأتو حيا من أحياء العرب فذكر الحديث قال والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا حمد بن زيد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن صريعا قال قلت يا رسول الله إني قد مدحت لها بمدحة ومدحتك بأخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتي وابدأ بمدحة الله عز وجل قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشامين قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحناف عن الأسود بن صريعا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لا كانت عليهم بردا وسلاما قال حدثنا علي حدثنا معاذ بن هشامين قال حدثني أبي أبي عن الحسن عن أبي رافعا عن أبي هريرة مثل هذا غيرا أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يصحب إليها حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا السري بن يحيى حدثنا الحسن عن الأسودي بن صريع وكان رجلا من بني سعد قال وكان أول من قص في هذا المسجد يعني المسجد الجامع قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول قوم ذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم بالوا أقوى من قتلوا المقاتلة حتى تناولوا ذرية قال فقال رجل يا رسول الله أوليس أبناء المشركين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أبناء المشركين أنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها أوي نصرانها قال وأخفاها الحسن